اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والرياضي لم تتوقف البحرين عن حصد الانجازات في مختلف انواع الرياضات وعلى جميع المستويات سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي فعمل سمو الشيخ ناصر بن حمد منذ سنوات عديدة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية وجعلها اكثر قوة وحضورا في مختلف المحافل الدولية بدعم ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص مستمر من سمو الشيخ خالد بن حمد على الاشراف على العملية الرياضية بمختلف انواعها ونظرا لهذا الدعم الملكي السخي للقطاع الرياضي والقيادة الحكيمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد اضحت الرياضة البحرينية الان تعرف باساسها القوي والراسخ والذي مهد الطريق امام الرياضيين والرياضيات والفرسان والفارسات لشق طريق العالمية ونيل العديد من الجوائز والميداليات والكؤوس ورفع اسم البحرين وطباعة اسمها في سجلات الابطال الرياضيين ولم يغفل سمو الشيخ ناصر بن حمد يوما من الايام عن المحافظة على رياضة الاجداد والاباء فبذل كل الجهد والمساعد طيبة للارتقاء بسبقات الفروسية والقدرة وعمل على اخراج جيل من الفرسان الشباب القادرين على حمل لواء القدرة البحرينية وتطورها لمستقبل اكثر اشراقا سطر سمو الشيخ ناصر بن حمد باحرف من نور انجازات ونجاحات عالمية في رياضة رياضة القدرة فالعالم اليوم يحتفي بكونه بطل العالم لسبقات القدرة ليمضي سموه قدما كما عهدناه دائما في حصد انجاز جديد يضاف الى سلسلة الانجازات الكبيرة التي حققها سموه في تاريخ رياضة القدرة البحرينية اشتركوا في القناة